متابعي قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال النهاردة إن شاء الله حنجرب مع بعض بشكل عملي GPT-5 اللي تقريباً ظهر عند معظم المتابعين وياريت تكتبولي في التعليقات مين لحد الوقت ما ظهرش عنده GPT-5 وياريت أعرف بس هو ظهر الأول فين عندك على التطبيق ولا على الويب أب ياريت تشاركوني بهذه المعلومات طيب تعالوا بقى نخش على اليوز كيسز اللي احنا حنستخدمها النهاردة مع GPT-5 أولاً لما هتخش على الواجهة الخاصة بشات GPT من على الويب هتلاقي عندك GPT-5 وGBT-5 Thinking وGBT-5 Pro وGBT-5 Pro كنت جربته في الفيديو السابق لما قلت لك إن جين سبار كي آي بيقدم تجربة GPT-5 مجاناً من خلاله طبعاً هو مش مجاناً كده يعني مش limited لا هو limited طبعاً بالمئتين نقطة اللي موجودين عندك اللي بتستخدمهم كل يوم بشكل مجاني داخل جين سبار كي آي وجربنا كمان مع بعض مبارح GPT-5 Pro وكانت النتيجة مزهلة من خلال جين سبار كي آي هل قدر أجرب GPT-5 Pro من خلال خطة البلاس أو الخطة المجانية لا ما تقدرش لأنه هو موجود في الخطة الخاصة بالبرو عشان قدر أجرب GPT-5 Pro زي ما احنا شايفين Access to GPT-5 with Pro Reasoning وطبعاً النسخة دي نسخة ممتازة جداً أما الـ Access to GPT-5 سواء الـ GPT-5 العادي أو الـ Thinking هيكون عادي جداً موجود في البلاس وأيضاً GPT-5 موجود في المجاني تقدر تستخدمه بعدد محدود طيب يلا بينا نشوف مع بعض دلوقتي أول تاسك حنستخدمه وهنا المراتي حاختار اختار GPT-5 Thinking وحبتدي أحط التاسك بتاعي التاسك بتاعي عبارة عن إيه؟ هو تاسك برمجي عايزاً يعمل لي لاندينج بيج ليه قناة InfoTech for You طبعاً بالـ HTML و CSS والجافا سكريبت ليه بركز على ده علشان يعني ببقى فهمة شوية في هذه الجزئية فما بحبش يعني أنا مش متخصصة في البرمجة فاللي بقدر أفهمه بطلع أتكلم فيه هنا هيعمل لاندينج بيج الانفو تيك فور يو والديزاين لازم يكون مودرن كلين اوبتمايز للديسك توب والموبايل للاتنين وكتبت المواصفات بتاعتي اللي أنا عايزاها فيه الاندينج بيج وبعد كده هبتدي أدوس Enter وزي ما قلت لك أنا بستخدم Thinking Model فهنا حياخد وقت أطول بيقول لي جيتا Quick Answer في الحالة دي لو أنت دستها لده حتحصل على إجابة سريعة حيحولك للجي بي تي فاي في العادي ولكن أنا عايزايا ياخد وقته وده بنصحك به لما بيكون التسك complicated شوية أو التسك فيه تفاصيل كتير سواء كان عمر برمجي أو غير برمجي في الحالة دي من الأفضل اللي أنت تستخدم Thinking Mode هو فتح الكنفاس على طول من غير مختار الكنفاس ابتدى يكتب إحنا وصلنا لحد فين حد تسعة وسبعين سطر برمجي شغال وإنت ماشي طبعا بيتشوف بقى هو بيشتغل على الكلتو أكشن الخاصة بالكميونيتي تم الانتهاء ربعمية وتمنتاشر سطر برمجي حبتدي أدوس ران كود هذه اللاندينج بيج بتاعتي في هوم في كاتيجوريز اللي تستفيديو اللي تستفيديو تحت للأسف مش الفيديو واقع بتاعتي فهنا هحط الURL الخاصة بي الفيديوز بتاعتي والأباوت والكميونيتي وهنا في سابسكرايب وبالنسبة لي الفيتشورد فيديو اللي هي مكتوب زي كونتنت إيز بلوكت انت بتحط الURL بتاع الفيتشورد فيديو اللي انت عايز تحطه أو يظهر عندك في اللاندينج بيج What you have learned about فهنا أعطيك حتتعلم إيه من خلال Infotech for you وهنا سابسكرايب من المفترض إنها بتوديك على القناة بتاعتك زي ما احنا شايفين تعال نشوف حاجة تانية هنبتدي إن احنا نجرب النموذج في التخطيط المفترض مثلا حضرتك عايز تعمل مطجر إلكتروني لبيع منتج معين ونفترض الشموع فأنت هتقول له أنا عايزة أعمل مطجر إلكتروني صغير حطي لي خطة مشروع مع محطات رئيسية طبعا بتذكر المنتج بتاعك من تطوير المنتج وحتى التسويت وحبتدي إن أنا أدوس Enter طبعا من الأفضل إن أنت لما تقول له حاجة زي كده تقول له إن أنت عايز المطجر إلكتروني ده يبيع فين هل أنت مثلا هتبيع جوه البلد اللي أنت هتعمل فيها المنتج ولا كمان فيه بيع من بره علشان يقدر هو يعني يشوف كل التحديات اللي أنت ممكن تواجهها والمنافسين وما إلى ذلك هنا بيقول لك الهدف من النسخة الأولى هتطلق شموع مثلا بروائح إيه ويقول لك الباكتج قد إيه وحجمها قد إيه وحتبيع قد إيه في الشهر ويحط لك خارط الطريق وحيكلمك عن سلسلة التوريد والتكلفة حيكلمك عن المتجر والبنية التقنية حيكلمك عن المحتوى والصور حيكلمك على إزاي تبني الاهتمام قبل ما تطلق المنتج أيضا بالنسبة لي المراحل الأخرى وهي متعلقة بالإطلاق وما بعد الإطلاق والتحسين والتشغيل اليومي وباقة المنتجات والأسعار كله طبعا على حسب أنت عايز تفتح زي ما قلت لك المتجر الإلكتروني فين وخطة التسويق ونماذج جهزة وإدارة المخاطر والسياسات الأساسية اللي خاصة فيه الإرجاع والاستبدال وسلامة الملصقات وما إلى ذلك زي ما احنا شايفين أعطاني شغل كده مفصل ومنظم ومرتب نيجي مع النقطة بتهم الكثيرين وكانوا قلقانين منها وهو إمكانية توليد الصور عبر جي بي تي فايف اللي من خلاله حتروح تدوس كرييت امج وبتختار كمان الستايلز والستايلز دي ظهرت بشكل جديد قريباً لك تختار الستايل اللي انت هتنشئ به الصورة وهنا فيه إمكانية ان انت ترفع كمان صورة أنا حبتدي أحط له وصف وحختار السايبر بانك ده الستايل بتاع الصورة وعايزة أيضاً أختبره فيه الكتابة دعمه للكتابة داخل الصورة وابتدي أدوس انتر الصورة دي الصورة قلت له A futuristic digital news interface displayed AI news ويستخدم holographic screens وكل screen مكتوب عليها AI news أعطاني four screens بالمنظر ده مكتوب عليها AI news مفيش أي أخطاء وأنا هنا الغرض إن أنا أتأكد إن هو بيكتب صح داخل الصورة ودولتي بيستخدم المفروض شات جي بيتي فايف سينكينج ولا هو بيستخدم نفس النموذج داخلياً في توليد الصورة ويكن بيستخدم شات جي بيتي فايف سينكينج في عملية التفكير في عملية وضع معالم الصورة قبل التنفيذ هنا حبتدي أحط له وصف ممكن أختار الـ Styles اللي معايا Photoshot وحبتدي أدوس Enter وهنا عايزة أختبره في عمل صور فيها شكل إبداعي دي النتيجة عبارة عن Photoshot ده الـ Styles اللي كوزي كافيه Is hidden مخفي Within a dense forest في غابة يعني مش باين قوي On a rainy night واضح كداً لأن الأرض مبلولة زي ما احنا شايفين The wooden sign says بتقول كافي We are raindrops بينا على الأرض زي ما احنا شايفين وعلى الـ Windows التزامه بالنص حلو تعالوا بقى نختبره في الكتابة يديني بحث شامل عن أثر أسلوب القيادة التحويلية اللي هي التحفيزية يعني على أداء فرق العمل في الشركات الناشئة لما تكون القيادة محفزة زي ممكن تأثر على أداء فرق العمل في الشركات الناشئة هبتدي أدوس انتر ونفع على الـ Thinking طبعاً ما تفعلش الـ Thinking باستمرار إلا لما يكون موضوع هيبتدي أنه هو يعني يخط له زي ما قلت لك Outlines ويفكر فيه أو أنت محتاج أنه يفكر فيه كويس جداً عشان يديك الإجابة فيه فاسكس العادية السهلة ممكن عادي جداً تستخدم شات جي بيتيق 5 من غير تفعيل وضع هنا وبيبتدي يدور فيه في الـ Leadership أنت بتشوف هو بيدور فيه وبيفكر إزاي لو حتدوس على جات كويك أنسرز هيديك الإجابة على طول ولكن أنا محتاجة أنه هو يفكر ويجمع المعلومات وشوف المصادر ويديني في الآخر الإجابة خصوصاً لو أنت شغال على بحث أو شغال على محتوى لازم تكون متأكد من المصادر ولازم تكون متأكد أن المحتوى ده معمول بشكل دقيق هنا أعطاني بحث شامل مصاغ باللغة العربية وبهيكل أكاديمي واضح مع إحالات علمية وروابط مصدرية أعطاني الملخص التنفيذي وعطاني مقدمة جسامري الأولانية وهنا المقدمة إطار نظري إزاي هذا النوع من القيادة بيرفع أداء فرق الشركات الناشئة الأدلة التجريبية مراجعات وأيضاً نموذج تصوري مقترح للشركات الناشئة منهجية مقترحة لدراسة ميدانية منقشة حدود وحدود عامة خلاصة وعطاني المراجع وهنا ملاحق مفيدة اختياري طبعاً دي حاجة اختيارية لتطبيقها داخل شركاتك الناشئة أن أنت تعمل استبيان للأمان النفسي وما إلى ذلك دي الطريقة بتاعته باستخدام أمر نصي بسيط جداً يعني أنا مقلتلوش أي حاجة قمتلوك قم بإعطائي بحث شامل عن أثر أسطوب القيادة فاعطاني بحث شامل مصاغ باللغة العربية وبهيكل أكاديمي وأيضاً عطالي الريفرانسز مثال تاني طلبت منه أن هو ينشألي تطبيق ويب باستخدام الـ HTML و CSS و JavaScript أو React إذا رغبت يعني أنا بقوله الكلام ده يسمح للمستخدم بإدخال فكرة أو وصف موجز لمحتوى فيديو يوتيوب ويقوم التطبيق تلقائياً هو يولد لك ثلاث عنوين جذبة قبل للنقر Clickable Titles يعني وصف احترافي للفيديو يكون متوافق مع قواعد SEO أو Search Engine Optimization التطبيق يجب أن يحتوي على وجهة أنيقة دعم اللغة العربية والإنجليزية إمكانية أن أنا نعمل نسخة للنتائج زر توليد العنوان والوصف وبقوله يستخدم ذكاء اصطناعي زي GPT, 4, EBI أو أي نموذج توليدي لتوليد العنوين والوصف يمكنك محكاس ذلك إذا لم يكن هناك EBI متوفر وحبتدي أقوله Run للكود اللي هو عمله وصف فكرة الفيديو أنا هنا هستخدم مثال سريع هدوس على زر المثال سريع هنا وصف فكرة الفيديو مراجع عملية لأفضل أدوات الزكاء الاصطناعي المجانية للطلاب وكيفية تنظيم الدراسة وزيادة الانتاجية مع أمثلة تطبيقية ده وصف الفيديو هددي أدوس على توليد العنوان والوصف هنا كيف تستخدم عملية لأفضل خطوة بخطوة أفضل عملية لأفضل يعني أنا مش شايفة جيد بصراحة في موضوع الكتابة باللغة العربية ملخص الفيديو مراجع عملية لأفضل أدوات الزكاء الاصطناعي وإلا هتتعلمه ده اللي بتحطه في وصف الفيديو وعطيك الهاشتاج أنا شايفة بصراحة العنوان المقترحة مش جيدة أوي فيه طبعا دعم هنا باللغة العربية واللغة الإنجليزية فهنا ممكن أخلي باللغة الإنجليزية لو أنا عايزة لو أنا عايزة أخلي الواجهة باللغة الإنجليزية هنا الزكاء الاصطناعي اختياري هنا الابي آي كي ممكن تحط الابي آي كي وممكن تختار الموضل اللي هو جي بي تي فور او ميني وهنا الموفر هو اوبن اي اي هنا السامبل لو خدنا بلنا بقى باللغة الإنجليزية وعملنا جنريد تايتلز هاو تو يوز براكتيكال فور تولز سيكرت سنو وان تيلز يو بيست براكتيكال تولز فور ستودنز سنشاف أنه باللغة الإنجليزية أفضل ممكن تترجم الإنجليز ده للغة العربية ولكن ده الفكرة الخاصة بالأبليكيشن زي ما احنا شايفين وهنا في الهاشتاكس طس كتاني حستخدم في التحليل حبتدي أرفع له ملف وحبتدي أقول له قم بتلخيص المحتوى اللي موجود في الملف وتقييم بنيته وهدفه حدد نقاط القوة والضعف وأيضا ملأمته وتأثيره وأهميته للجمهور المستخدم قدم مقدمة واضحة وتحليل مفصل وخاتمة مجازة وتأكد من التنصيق السليم والاستشهادات والرؤى النقدية طوال التحليل وحدوث انتر هنا أنا ما استخدمتش الثينكينج المراضي فاعطاني الإجابة على طول أعطيك مقدمة عن الملف نفسه والتحليل المفصل ونقاط القوة ونقاط الضعف والملأمة والتأثير والخاتمة بشكل سريع أعتقد ممكن يكون شاتجي بيتي 5 سينكينج ممكن يديني يعني الموضوع بشكل أعمق شوية ولكن ده كان الشاتجي بيتي 5 العادي تعالي بقى نجرب الديبري سورش داخل شاتجي بيتي 5 هنا هروح أفعل الديبري سورش وأبتدي أقول له اختبار مدى فعالية الإعلانات المخصصة باستخدام خوارزميات الزكاة الاصطناعي مقارنة بالإعلانات التقليدية وتأثير ذلك على معدل التحويل وولاء العملاء في قطاع التجارة الإلكترونية هدوث انتر هنا بيقولي حتى أتمكن من تنفيذ البحث الطريقة اللي بيتبعها الديبري سورش هل ترغب في التركيز على دراسات حالة فعلية أو بحس أكاديمية عايز منطقة جغرافية معينة الشرق الأوسط أمريكا الشمالية التركيز على منصة التجارة إلكترونية معينة الفترة الزمنية اللي تهمك المفروض فعلا انت تحدد له الكلام ده ممكن تقول له دراسة فعلية ممكن تقول له أي بلد بقى الجنوبية جرام ممكن نقول له آخر خمس سنوات وندوس انتر هنا قال لي سأقوم بالبحث عن دراسة فعلية من كوريا الجنوبية خلال السنوات الخمسة الأخيرة يعني تقيم مدى فعالية الأعلانات المخصصة باستخدام خوارزمية الزكاة للصناعي وبيبتدي يستخدم نفس الطريقة في عملية البحث هنرجع بعد ما يخلص حتى الآن هو وصل لعملية البحث في 15 مصدر ومستمر عدى حوالي 10 دقيق حبيت برضو ان انا اقول لكم الوقت عشان تبقوا عارفين موضوع بياخد وقت تقديه والحد ما يخلص تعالى نبص كمان على الموجود عندك الاجينت مود موجود وكلمت عنه نفس الطريقة اللي احنا شرحنا بيها الاجينت مود مع النمازج الأخرى تقدر تعملها أيضا الستادي اند ليرن وأتمنى ان هو يكون في الستادي اند ليرن أفضل يعني ممكن نجرب دلوقتي بشكل عملي لحد ما يخلص التسك بتاعنا وفيه أيضا كونكت بقى تعالى نبص على وعايز أشوف طريقته كنا أقول له أجربه كده كمثال فبيقول لي إيه الطوبيك اللي انت عايزاه فحقول له مثلا الثقوب السوداء ونشأتها هخليها باللغة العربية بيقول لي خلينا نمشي خطوة بخطوة ونبسط الموضوع إيه هي الثقوبة الأسود وإزاي بيتكون وقال لي أنا ممكن دلوقتي أرسم لك رسم تخطيتي بسيط يوضح المراحل يعملي رسم تخطيتي للموضوع ده أو نكمل بشرح التأثيرات تحب نكمل ولا نعمل الرسمة هقول له مثلا الرسمة هيبتدي يستخدم البايثون هنا عطاني الرسمة باللغة العربية مش حلوة خالص زي ما احنا شايفين مراحل تكوين فهقول له هل يمكن تقدمها باللغة الإنجليزية لأن طبعا اللغة العربية مش لطيفة خالص العصيها لي يعني الرسمة مش حلوة قوي ولكن على الأقل اللغة الإنجليزية إيه بينة يعني مفهومة نسخة تانية فيها الصور التوضيحية بدل الألوان عشان تكون أوضح تمام طبعا زي ما احنا شايفين التسك خلاص اللي احنا كنا طلبينه من عايز صور وقعية عايزة صور وقعية بيعود بقى يسألك يعني هنا بيعود يسألك اديني صور هيبتدي يدور عبر الويب هيدي يديك الصور دي ويقول لك كل صورة فيها ايه بالضبط زي ما احنا شايفين وحيمشي معاك بقى خطوة بخطوة في العملية الخاصة بمعرفتك بالثقوب السوداء ونشأتها وما إلى ذلك دعالا بقى نرجع لي الجزء المتعلق بالديبري سيرش اللي هو خلصه هنا هو انتهى من الموضوع هو هنا عطاني 20 مصدر 112 سيرش عملهم مقدمة وخلفية ومنهجية الدراسة تأثير الاعلانات على معدل التحويل وعطالي المقارنة ما بين الاعلانات التقليدية والمخصصة ومعدل التحول تأثير الاعلانات المخصصة على ولاء العملاء واثر التخصيص على سلوك المستهلكين وعطاني بحث عميق للطبك اللي أنا كنت عايزة ده بالنسبة لفيديو سريع في تجربة شات جي بي تي فايف أتمنى تكون استفدتوا ألقينا نظرة سريعة على شات جي بي تي وقدراته أشككم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفر يو بحاول أقدم لكم كل جديد ومفيد فليتنسوش تدعمونا باللايك وشير والكممنت لو كنتم منو تابعينا إلى عزيزة ولكنتوا بتشوفنا لأول مرة تنسى اشتركوا واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته